التأدير الكامل لمنجزات يوليو هتشوفوا والرئيس يتحدث عنه حول هذه الإنجازات للثورة ووصفها بأنها إنجازات عظيمة بالمناسبة الرئيس اتكلم على أحداث التاريخية الكبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 واللي هددت وجود الدولة ويمكن دا المقطع مش هقولك بس القريب هو المحبب جدا ليه لأنه كان مقطع الربط بتاع الواحد وسبعين سنة اللي فاته مقطع في هذا الحديث أو هذه الكلمة اللي بشوفها واحدة من الكلمات التاريخية فعلا لأنها تؤصل وتكرس لإيه؟ لارتباط وعدم انهزام كفاح الشعب المصري لأجل استقلالية قراره ولأجل رفعة هذا الوطن ولأجل أن تحتل مصر مكانها الطبيعي بين الأمم كدولة كبرى عظمى غظيمة شوف المقطع الصوتي حققت الثورة إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان وتعصرت مسيرتها في أوقات أخرى وبعد سبعين عاما على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واكتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم آه مكانتها المستحقة بين الأمم